بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين نستكمل معكم ما تبقى من أجزاء محاضرات المستوى الثاني للتكامل غير المحدد وما زلنا في الدوال الجبرية والأسئلة الموجودة عندك بالملزمة سؤال 32 وسؤال 34 أريد أبدي في حل سؤال 34 شنو رأيك في طريقة الحل راح تقول لي المقام أريد أصعد إلى البسط أقول لك وبعديا هذا المقام حتى لو أصعد إلى البسط المشتقماتة واحد زين أنا ش عندي هنا عندي أكس تكعيب إذن ما ترهم زين تقول لي العد شو سوي أقول لك الملاحظة تقول إذا كانت درجة البسط اكتبها بالدفتر يمك من راح تكتب هذا السؤال اكتبها يمك بالدفتر إذا كانت درجة البسط أكبر أو أصغر عفوا أصغر من درجة المقام بثنيا فنلجأ إلى التعميم بعد التهيئة بشرط أن يكون الدواقل ما لاته من الدرجة الأولى إذا كانت درجة البسط أصغر من درجة المقام بثنيا فنلجأ إلى التعميم بعد التهيئة زين شنو التعميم بعد التهيئة؟ لو كان هنا خمسة وهنا خمسة راح أجي أحمم الخمسة لو كان هنا ثلاثة وهنا ثلاثة راح أجي أحمم التلاثة ما طول هنا ثلاثة بخمسة هذا الخمسة راح أسوي تكعيب في تربيع قوص تربيع يعني من أريد حل السؤال 34 هذا شرح يصير هنا؟ أقول ويساوي تكامل شرح يصير هنا؟ الأكس تكعيب هذي راح تبقى على وضعها وبعد والمقام شرح يصير عندي؟ رح يصير أكس زائد واحد تكعيب في أكس زائد واحد تربيع دي أكس شنو الغاية من هذه العملية؟ على مود هذا تكعيب وهذا تكعيب راح أعمم التكعيب وهذا راح يبقى على صفحة يعني شرح يصير هنا؟ رح يصير عندي تكامل أكس على أكس زائد واحد الكل تكعيب في شنوه؟ واحد على أكس زائد واحد تربيع دي أكس شنو الغاية من هذا الحملية؟ رح أجي أخد داخل القوس أشتقه والقوس هو بسط ومقام طريقة الاشتقاء قاعدة سادسة يعني إذا ردت هذا كله هذا كله أسميه إذن شرح يصير الديو مات المشتقة شرح يصير هنا؟ القاعدة السادسة تقول المقام في مشتقة البست المقام هو أكس زائد واحد في مشتقة البست هو واحد بعد ناقص البست هو أكس في مشتقة المقام هو واحد على المقام تربيع أكس زائد واحد تربيع ويساوي هذا شرح يصير هنا؟ تطبيق القاعدة ثم التخلص من الأقواس يعني X زائد 1 ناقص X على شنوه على X زائد 1 تربيع ثم جمع الحدود المتشابهة إذن 1 على X زائد 1 تربيع DX إذن من محاسن الصدف بأن مشتقد داخل القوس موجودة خارج القوس إذا ردت أسوي تعديلات على السؤال مثلا هذا أسوي X ناقص 7 تكعيب وهذا X زائد 1 و 5 رح يطلع نفسه بس هنا الفرق ثابت 2 على 3 على المهم إذا كانت مشتقد داخل القوس تختلف عن خارج القوس بعدد ثابت الأمر كلش بسيط أسوي موازنة بعدين أطبق القاعدة الخامسة إذن هذا كله يمثل الديو ما يحتاج حتى موازنة ما يحتاج شرح أسوي هسه أضيف للأس 1 وبعد وأضرب في مقلوبة إذن رح يصير عندي 1 على 4 في X على X زائد 1 أس 4 زائد C إذن هنا سؤال 34 انتهى سؤال 32 ليش خليه تورى الأربعة وثلاثين لأن السؤال يحل بطريقين وأريدك تنتبه عليها الطريق الأول تقول لي أنا في كل الأحوال الثلاثة أريدها تزا برة وتقول لي هذا الأكس أس أربعة أريدها صعدة لي فوق أسوي أس سالب أربعة أقول لك يصير ماكو مشكلة يعني شرح يصير هنا أقول ويساوي واحد على ثلاثة تكامل X تربيع ناقص 2X زائد 1 في X والسالب أربعة دي X ما عندي مشكلة تقول لي ما طول قوة القوس واحد أقدر أوزع أقول لك ماكو مشكلة صحيح إذن شرح يصير هنا رح يصير واحد على ثلاثة تكامل X تربيع في X والسالب أربعة عند الضرب تجمع الأسوس هذا سالب 2 زياد هذا شرح يصير رح يصير سالب ثلاثة واحد ناقص أربعة هذا شر يصير هذا رح يبقى سالب أربعة دي X إذن معناها قوس أس واحد يعني القاعدة الرابعة لأن كل واحد وحدة إيش رح يصير عندي هسة رح يصير واحد على ثلاثة في بعض الطلاب هو دي كامل دي يضيف للأس واحد ولكن دي ينزل رمز التكامل إذن هنا المفروض تتنقص درجاته ليش إذن أنت من كاملة رمز التكامل ودي X اثنين هم يرحون يجي مكانهم زاء السي إذن شرح يصير عندي هنا أضيف للأس واحد رح يصير سالب واحد مقلوبة سالب واحد زياد ناقص اثنين أضيف للأس واحد رح يصير سالب اثنين مقلوبة سالب نص إذن هنا رح يصير عندي نص زياد زائد أضيف للأس واحد رح يصير سالب ثلاثة مقلوبة شنوه سالب واحد على ثلاثة إذن هذا سالب واحد على ثلاثة زائد سي ما يصير أترك السؤال بأس السالبة لازم أحولها إلى موجبة إذن رح يصير واحد على ثلاثة فيه هذا من هو سالب واحد على أكس زائد اثنين وياه نصف راحت واحد على أكس تربيع ناقص واحد على ثلاثة أكس تكعيب زائد سي إذن انتهى حل سؤال اثنين وثلاثين رح تقول لي لحد شنو ربطة وياه سؤال أربعة وثلاثين يجيني طالب يقول الآن من داباوح على سؤال اثنين وثلاثين شو دا أشوف هذا مربع كامل أكس تربيع ناقص اثنين أكس زائد واحد يقول دا أشوفه مربع كامل يصير أسويها قوس تربيع أقول لي إي يصير إذن السهنة الطريقة الأخرى هذا ش رح يصير هنا يقول لي واحد على ثلاثة برة وهذا رح أسوي أكس ناقص واحد تربيع على أكس أس أربعة دي أكس يقول شو من سويته مربع كامل صارت عندي درجة البسط أصغر من درجة المقام باثنين يعني يقول أقدر أسوي تعميم بعد التهيئة أقول له تقدروا ورد ليش؟ نفس الأسلوب إذن هذا ش رح يصير هنا أقول ويساوي واحد على ثلاثة تكامل شنوه؟ أكس ناقص واحد تربيع وهذا رح يصير أكس تربيع في أكس تربيع دي أكس يعني ش رح يصير هنا؟ أقول ويساوي واحد على ثلاثة تكامل أكس ناقص واحد على أكس الكل تربيع عممت هذا ويهذا وهذا الواحد على أكس تربيع بالانتظار هسا اللي أريده منك شنوه؟ تشتق هذا حسب القاعدة السادسة شوفوا المشتقش قد رح تطلع لو رح تطلع نفسه هذه شوفوا المقام أكس في مشتقة البسط واحد ناقص البسط وهذا في مشتقة المقام واحد على المقام تربيع فرح يصير عندك اثنيا على أكس تربيع إذن ش سوي تكتب لي هنا اثنيا وهنا نص هذا رح يروح اضيف للأس واحد وتضرب في مقلوبة إذن أطيق مجال تكملي حل هذا السؤال ومستمرين وياكم في أسئلة أخرى إن شاء الله سؤال 35 واضح جدا بأن البسط أريد أسحب عام المشترك إذن من أريد أسحب عام المشترك من البسط يعني هذا ش رح يصير عندي رح يصير ثلاثة في أكس ناقص اثنيا هذا من هو هذا أكس ناقص اثنيا والسواحد على ثلاثة دي أكس شنو الخبر السعيد بأن ظهرت أساسات متشابهة بالجزء السابق طيتك سؤال وأساسات متشابهة قلنا عند الضرب تجمع الأسس إذا كانت الأساسات متشابهة بهذا السؤال رح أقول عند القسمة تطرح الأسس إذا كانت الأساسات متشابهة إذن هذا الثلاثة إن قلها تفضل اطلع برا هذا واحد وهذا ثلاث إذن عند القسمة تطرح الأسس أس واحد ناقص ثلاث منه هو اثنيا على ثلاثة إذن رح يصير أكس ناقص اثنيا أس اثنيا على ثلاثة دي أكس إذن ما رح أكمل التكملة عليك ليش؟ لأن مشتقد داخل القوس إذن كل شي ما يحتاج رح أضيف للأس واحد رح يزير خمسة على ثلاثة مقلوبة ثلاثة على خمسة وبعدين رجع إلى جذور مرة أخرى إذن هذا ما يخص سؤال خمسة وثلاثين أما سؤال ستة وثلاثين من الصفحة مية وثلاثة وثلاثين موجودة عندك بالملزمة إذن تكامل ما يلي إذن عندي أربعة في أكس تربيع ناقص واحد تكعيب على شنوه؟ على أكس ناقص واحد تكعيب دي أكس إذن شم سوي هنا بالملزمة؟ هذا محل لفرق بين مربعين والتكعيب موزع على الأول وعالثاني ومختصر تقول لي لا أنا عندي طريق آخر ليش ما أعمم التكعيب بالبداية؟ بكيفك؟ كل الطرق تؤدي إلى المية إذن هذا الأربعة شنقول له؟ عفية نقول له تفضل أطلع بارها رح أجي أعمم التكعيب يعني شرح يصير؟ رح يصير أكس تربيع ناقص واحد على أكس ناقص واحد الكل تكعيب دي أكس بعد إيش رح يسوي؟ هذا واضح جدا بتحليل فرق بين مربعين إذن معناها رح يصير أربعة تكامل رح أحل الفرق بين مربعين أكس ناقص واحد وأكس زائد واحد وشنوه؟ إذن على أكس ناقص واحد هذه كلها تكعيب إذن من أجي أختصر الأكس ناقص واحد وهي الأكس ناقص واحد يعني شرح يصير؟ رح يصير أربعة تكامل أكس زائد واحد لكل تكعيب دي أكس إذن ما رح أكمل أكيد التكملة صارت سهلة عليك مشتقد داخل القوس واحد كل شو ما يحتاج أضيف للأس واحد وأضرو فيه مقلوبة وعدنا سؤال سبعة وثلاثين ربما يكون أكثر جمالا وسؤال سبعة وثلاثين يقول لي ستة أكس ناقص ثلاثة ستة أكس ناقص ثلاثة في جذر اثنيا أكس تربية بعد ناقص اثنيا أكس دي أكس تقول لي واضح جدا الجذور رح أحولها إلى أسس وهذا خلي أسحب منه ثلاثة عامل مشترك باوعني ايش رح يصير من تريدد كامل عادة القوس المرفوع للقوة واحد الأفضل أن تخليها من دي أكس والمرفوع إلى قوة غير الواحد ما رح أقول لك القوة الشبيرة جز قوة نسبية سن نص واصغر من واحد المرفوع إلى قوة غير الواحد تخليها من التكامل والمرفوع للأس واحد تخليها من دي أكس إذن هذا التلاثة رح أقول لها تفضل اطلع بره الثابت عدنا ميانويان ماكو مشكلة لكن المتغير دير بالك مايش شاقة إذا تقول لها تفضل اطلع بره ترى أنت ريتحمل مسؤولية لكن الثابت لا عدنا ميانويان قل لها تفضل اطلع بره إذا لقيته في حال الضرب أو قسمه هسه هذا ش رح يصير عندي اثنياً أكس تربيع ناقص اثنياً أكس أستشقت أس واحد على اثنياً اش بقى عندي هسه بقى اثنياً أكس ناقص واحد دي أكس زيان هسه من هو اليو هنا إذا أعتبر اليو بهذا السؤال إذا اعتبرت اثنياً أكس تربيع ناقص دي أكس من هو الديو ش رح يصير الديو تساوي إذا هذا هو اليو يساوي أربعة أكس ناقص اثنياً دي أكس مو إذن هذا أربعة أكس ناقص اثنياً دي أكس زيان مشتقد داخل القوس المفروض موجودة خارج القوس يعني هذا شنوه إذا ردت هم أسحب عامل مشترك كأنه اثنياً أكس ناقص واحد دي أكس زيان أنا عندي اثنياً أكس ناقص واحد يعني ش أحتاج رح تقول لي واضح جداً تحتاج داخل التكامل اثنياً وتحتاج خارج التكامل واحد على اثنياً إذن هذا كله رح يروح وبعد يعني ش رح أسويه رح أضيف للأس واحد وأضرب في مقلوب الأس الجديد يعني معناها رح يصير عندي ثلاثة على اثنياً في شنوه اثنياً اكس تربيع ناقص اثنياً اكس أس شقد أس ثلاثة على اثنياً ومقلوبه اثنياً على اثلاثة زائد سي انت رح تختصر اثنياً ويه اثنياً ويه اثلاثة ويه اثلاثة وأريد ترجع مرة ثانية إلى الجذر التربيعي إذن مستمرين وياكم أعزائي ونشوف الأسئلة الأخرى بقالي سؤال 38 و39 بفت فكرة مركزة صغيرة جداً إذن خليك ويانا لهذين السؤالين لسه عندي سؤال 38 و39 قبل ما أكتب لك السؤال أريد أسئلك سؤال من أقول لك أكسر بيع ناقص اثنياً أكس زائد واحد شنو تحليلها؟ راح تقول لي تحليلها هو أكس ناقص واحد تربيع زيان أقول لك لا غيرت رأي واحد ناقص اثنياً أكس زائد أكس تربيع قس تقول لي حدودية ثلاثية حديها الأول والثالث موجبين وحدها الأوسط هو اثنياً في جذر الأول في جذر الثالث إذن تحليلها هو واحد ناقص أكس لكل تربيع زيان هسه هذا مو نفس هذا زيان شو هذا كل واحد صار تحليلها شكل لا صحيح تناقص صحيحة هسه من أسوي مربح الدانية راح يرجع نفس الشيء لكن إذا قد لك جذر يعني هنا منا قل لك جذر أكس تربيع هذا ش راح يسوي تقول لي يساوي أكس لا هنا بالتكامل غير المحدد ما طول الأساس متغير هذا ما يساوي أكس إذن هذا يساوي موجب سالب أكس إذن فكرة سؤال ثمانية وثلاثين وسؤال تسعة وثلاثين التربيع من يلغي الجذر التربيعي والأساس كان متغير تكتب موجب سالب يعني سؤال ثمانية وثلاثين شي يقول إذن هنا ثمانية وثلاثين يقول لي تكامل جذر شنوه أكس تربيع ناقص اثنيا أكس زائد واحد دي أكس إذن ش تقول لي تقول لي هذا يساوي تكامل جذر إذن هذا الجذر راح يبقى وداخل الجذر راح يصير عندي مربع كامل راح يصير أكس ناقص واحد تربيع دي أكس هسه التربيع من يلغي الجذر التربيعي إذن هذا ش راح يصير عندي راح يصير موجب سالب تكامل أكس ناقص واحد دي أكس إذا تكعيب وي جذر تكعيبي لا ماكو موجب سالب تربيع وية جذر التربيعي موجب سالب أربعة وية جذر الرابع وهكذا إذن على الأغلب ممكن تجيك تربيع وية جذر التربيعي ما ريد أطيك تفاصيل الدوغة ككثر إذن هذا يكامل بطريقتين إذن أنت تختار الطريقة لتعجبك تقول هذا الموجب سالب نزل هذا الموجب سالب ما عندي شغل به تريد تعتبره قاعدة رابعة كل واحد وحدة يعني ش رح يصير هنا رح يصير نصف اكس تربيع ناقص اكس سد القوزة السي صح وتأخذ علي درجة كاملة تريد تقول لا أنا شو فكرت بالقاعدة الخامسة قوس مرفوع القوة ليش هي الواحد مو قوة قوة مشتقد داخل القوس واحد إذن أضيف للأس واحد وأضرف فيه مقلوبة إذن رح يصير نصف في اكس ناقص واحد تربيع زائد سي إذن هذه الفكرة الأساسية اللي موجودة سؤال ثمانية وثلاثين سؤال تسعة وثلاثين يحمل فكرة مشابهة جدا ولكن السؤال ربما يكون شوية أصعب إذن السؤال يقول تكامل أربعة أكس تربيع على شنوه؟ على جذر أكس أس أربعة زائد اثنين أكس تربيع دي أكس شنوه فكرة السؤال؟ تكامل هذا الأربعة أكس تربيع هذا رح يبقى على وضعه رح أجي أسحب أكس تربيع عامل مشترك من المقام إيش رح يبقى عندي؟ رح يبقى أكس تربيع زائد اثنيين هذا دي أكس زين الجذر رح يوزع على هذا وعلى هذا يعني إيش رح يصير هنا؟ رح يصير تكامل أربعة أكس تربيع على جذر أكس تربيع في جذر شنوه؟ أكس تربيع زائد اثنيين دي أكس هسة رح تقول لي شو هذا الأربعة ما طلعت خارجا؟ أقول لك لا شوي أنا لحد الآن محترمة لكن هو في أول تالي رح أقول لا تفضل اطلع بره إذن ش رح يصير عندي هنا؟ أقول ويساوي إذن هذا الأربعة يجا وقت إذن عزيزي تفضل اطلع بره هذا تكامل هذا الأكس تربيع بقى على وضعه هذا جذر أكس تربيع هنا الفكرة جذر أكس تربيع رح يصير عندي موجب سالب أكس وهذا ش رح يصير عندي أكس تربيع زائد اثنيين أس نصف دي أكس هسة ش رح يصير الموجب سالب هذي خارجا؟ أربعة تكامل الأكس وهي الأكس تربيع بقى أكس أخليها يمي دي أكس هذا رح يصعد لي فوق ش رح يصير هنا؟ هو أس نصف من يصعد لي فوق؟ رح يصير عندي أكس تربيع زائد اثنيين والسالب نصف دالة مرفوعة إلى قوة قوس مرفوع إلى قوة شن المشتقمات؟ المشتقمات ته اثنيين أكس إذن أحتاج بالداخل اثنيين وبره واحد على اثنيين إذن هنا رح أسوي موازنة هنا اثنيين وهنا واحد على اثنيين هذا كله رح يروح إذن ش رح يصير؟ رح يصير موجب سالب اثنيين في شنوة؟ أكس تربيع زائد اثنيين أضيف للأس واحد رح يصير نصف مقلوبة شنوة؟ مقلوبة اثنيين زائد سي ويساوي موجب سالب أربعة جذر أكس تربيع زائد اثنيين زائد سي وبهذا القدر أعزائي نكون قد أنهينا هذا الجزء مستمرين وياكم وأجزاء أخرى إن شاء الله وسيكون لنا المحاضرة القادمة في أسئلة المستوى الثاني الخاصة بالدوال المثلثية انتظرونا